دعت مقاومة جبن بمحافظة الضالع أبناء المديرية إلى الاستفاف في مواجهة ميليشيات الحوثي ومشروعها العنصري وأحذرت في بيان لها أبناء المديرية بجميع مكوناتهم الاجتماعية والسياسية والوجاهات القبلية من الانزلاق إلى ما تريده ميليشيات الحوثي الإجرامية التي تسعى لتأجيج الفتنة بين اليمنيين وأجعلهم يقتتلون فيما بينهم متبعة بذلك سياسة فرق تسد للوصول لهدفها العنصري الرجعي من خلال زرع الفتنة بين أبناء القبيلة والأسرة الواحدة دع البيان إلى الاستفاف بمسؤولية تجاه مشروع الكهنوت الحالم بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وأحملوا من يخترقون المشاكل مسؤولية ما ستأول إليه الأوضاع في المديرية ودع البيان كل من يتعاوم مع الميليشيات الحوثية إلى التوبة والعودة إلى أجادة الصواب والوقوف في صف القبيلة محملين من يخالف ذلك مسؤولية ذلك